بسم الله الرحمن الرحيم أعزائنا الكرام مشاهدين قناة نباتات وأشجار مسمرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنسوش العجاب بالفيديو والاشتراك في القناة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف وخير الناس أنفعهم للناس رواه الطبراني أحبائنا الكرام بعد ما تدس لايك للفيديو واشتراك في القناة تعالى نتكلم مع حضراتكم عن نبتة العطر أو العطرة أو العطرشة نبتة العطر من النباتات الزينة ومن نباتات الأكل ومن النباتات الاقتصادية جدا 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 بتنمو بكثرة ومكان المناسب جدا لنموها هي دول حضر بحر متوسط وفعلا نبتة العطرة أو نبتة العطر اسم على مسمى فعلا لا تكاد تخلو حديقة من نبتة العطرة حيث لها رائحة جميلة جدا وليها ظهرة جميلة جدا وكمان إذا استخدمت أو إذا زرعت في مساحات كبيرة واعتنية بها بيكون لها قيمة اقتصادية كبيرة جدا لها فوائد طبية كمان وفوائد علاجية وتستخدم في الأكل ومعروفة جدا في المطبخ العربي وكمان من أكبر مميزات وأكبر فوائد نبتة العطرة بإنها معمرة قد تعيش لسنوات طويلة وتستمر في الإزهار وفي إنتاج الزيوت وفي الإنبات أحباءنا الكرام في مصر خاصة يتم استخدام العطرة أو يتم زرعتها في مساحات كبيرة واستخدامها كزيوت للعطور وزيوت علاجية وزيوت طبية حيث أن لها فوائد طبية وفوائد علاجية يمكن استخدامها في الحضائق كنبتة متسلقة بحيث أنها بتتسلق وبتنمو ويكون طولها بيطول لأكثر من متر تستخدم لتقوية مناعة الإنسان وتستخدم لتقليل ضغط الدم المرتفع ومهدئ للأعصاب وكمان من أكبر مميزات هي سهلة العناية وتتحمل ظروف بيئية قاسية جدا وظروف بيئية متباينة يعني بتستمر لسنوات فيه الإنبات في الصيف وفي الشتاء ولكن أفضل وقت لتكاسر للتكاسر عن طريق العقل الترفية خلال فترة الربيع في طرق للتكاسر لكن أكثر طريقة وأفضل طريقة وأسهل طريقة هي طريق العقل الترفية طبعا بيتم فيه فترة الربيع ويعني ده اللي احنا نقدر نذكره لحضراتكم عن نبتة العطرة وما تنسوش العجاب بالفيديو واشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر